أعلن البنك المركزي الأردني أن إجمالية حصيلة حوالات الأردنيين العاملين في الخارج والدخل السياحي خلال الشهر الأولي من العام الحالي بلغ 471 مليون دينار أي ما يعادل 664 مليون دولار وقال البنك المركزي في بيان صحفي اليوم إن البيانات الأولية تشير إلى ارتفاع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي إلى نحو 296 مليون دولار أي ما يعادل 210 مليون دينار وبما نسبته 4.2% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي أما عائدات المملكة السياحية فأظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 12.2% خلال شهر كانون الثاني من هذا العام لتصل إلى 261 مليون دينار أي ما يعادل 368 مليون دولار وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد سياح المبيت بنسبة 8.7% ليصل إلى نحو 339 ألف سائح بالمقارنة مع نحو 312 ألف سائح خلال الشهر المقابل من عام 2016 قرر مجلس الوزراء إعفاء 1083 أسرة محتاجة من قيمة ما تبقى عليها من قروض تأهيل مشاريع انتجية صغيرة ضمن برنامج التأهيل المهني وبموجب القرار فإن معدل المبالغ المتبقية على الأسر سيتم إعفاء الأسر الفقيرة والمحتاج منها ليصل إلى نحو 850 دينارا لكل أسرة وبين المجلس أن قرار إعفاء هذه الأسر من الأقصات المستحقة عليهم للأسباب المتمثلة بوفاة صاحب القرض وكفيله أو عدم وجود دخل ولذلك لإغلاق قيود هذه المشاريع وعلى صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدل لنظام تأشيرة الدخول والعمل والإقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 والذي سيتم بموجبه رفع رسوم تأشيرة وتصريح العمل من 65 دينارا لكل ثلاثة أشهر إلى 125 دينارا للمدة ذاتها ويأتي المشروع انسجاما مع جهود الحكومة الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة وتجيع أصحاب العمل على تشغيل العمالة الأردنية وتنظيم سوق العمالة الوافدة والحد من تهريب العمالة إلى المنطقة الجمركية ناقش وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يارو بليك دا مع عدد من المستثمرين والصناعيين في منطقة القصطة الصناعية أبرز التحديات التي تواجههم وخاصة تصريح العمل للعمالة الوافدة وعرض الصناعيون أمام الوزير المشاكل التي تواجههم والمتعلقة في عدم جاهزية البناء التحتية للمنطقة ونقص العمالة بالإضافة إلى قضية الأمن والأمان للمصانع من جهته دعا الوزير الصناعيين إلى الاستفادة من اتفاقية التجار الحرة مع كينيا والدول الإفريقية التي ستوقع خلال أيام المقبلة باعتبارها من الأسواق الواعدة والكبيرة وعقب جولة للوزير على بعض المصانع في منطقة القصطل قال إن صناعة الوطنية شهدت تطورا في الآوينة الأخيرة وباتت من أفضل الصناعات وذات طلب مرتفع خصوصا للدول الإفريقية والأوروبية هذه الزيارة في غاية الأهمية هي للوقوف على واقع الحال بما يتعلق بقطاع الصناع وعلى وجه الخصوص في منطقة القصطل حيث تعتبر هذه المنطقة منطقة تجمع صناعي كبير يمكن شاهدت أختي زيارتنا لمصنعين من أحد هذه المصانع أحدهم كلفته أكثر من 120 مليون يصدر لأكثر من أبار من دولة والمصنع الآخر يصدر لأكثر من 32 دولة حول العالم هذا يعكس أن الصناع الأوردنية خطت خطوات كبيرة جدا نحو الجودة وقدرتها على التصويق والتصدير للخارج لكن لا يخفي عليك أن هناك تحديات أيضا تواجه قطاع الصناع خصوصا فيما يتعلق في الأسواق التصديرية في ظل المعطيات المحيطة في الأوردن والأسواق التقليدية التي اعتاد الأوردن على التصدير إلها في ظل انغلاقها للأوضاع الأمنية وعلى وجه الخصوص الأسواق العراقية والسورية واليمنية أمهلت لجنة المالية النيابية أمانة عمان الكبرى أسبوعا لتقديم تقرير مفصل عن جميع المخالفات وتجاوزات المتعلقة بالتعيينات التي تمت فيها والإجراءات التي اتخذتها لتصويب تلك المخالفات جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد الصفدي لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2013-2014-2015 والتي تتعلق بالأمانة بحضور رئيس ديوان المحاسبة عبد قرابشي أنه يوجه أسئلة لمسؤولي الأمانة حول المخالفات والتجاوزات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة سيمة المتعلقة بالمكافآت المالية ورخص المهن والتعيينات وطالبوا بالالتزام بالتشريعات النافذة وإعادة النظر بالأنظمة المتعلقة بصرف المكافآت ومن ناحيتهم قال مسؤولون بالأمانة إنه تم تصيب العديد من المخالفات الواردة في تقرير المحاسبة من خلال لجنة مشكلة بين الديوان والأمانة إلا أن هناك بعض الملاحظات عليها خلاف نتيجة اجتهاد قانوني بين الجانبين أكدت جمعية حماية المستهلك وجمعية تجار ومصدري الخضار والفواكه استمرار ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار خاصة البندورة جمعية حماية المستهلك قالت في بيان صحفي إن أسعار البندورة تتفاوت حسب المناطق حيث تتراوح ما بين 25 قرشاً للكيلو في منطقة الأغوار ودنار ونصف الدينار في مناطق عمان الغربية وأرجعت ذلك إلى ما يعرف بالعروة الشتوية الزراعية وتوقعت أن تنخفض الأسعار قبل نهاية الشهر الجاري مع زيادة إنتاج المزارعين في حين قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن ارتفاع الأسعار إلى أعلى من معدلاتها اليومية لمثل هذا الوقت من العام يعود إلى قلة الكميات الواردة منها للسوق بسبب انخفاض درجات الحرارة في مناطق الإنتاج في الفترة الماضية حيث تتراوح سعر الكيلو ما بين 250 إلى 400 فلس تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسوية اليوم متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل السابقة وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برينت 34 سنة إلى 55 دولار و56 سنة للبرميل وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس على الوسيط الأمريكي 31 سنة إلى نحو 53 دولار للبرميل وجاء تراجع الأسعار مع تجدد القلق إذا تخمت المعروض من النفط الخام بفعل انخفاض أهداف النمو في الصين إلى 6.5% والمخاوف من التزام روسيا باتفاق عالمي لتقليص الإنتاج بعدما أظهرت بيانات نشرتها وزارة الطاقة الروسية الأسبوع الماضي أن إنتاج شهر شباط من النفط لم يتغير عن كانون الثاني وظل عند 11 مليون ومئة و11 ألف برميل يوميا